سوف نقوم بتطريقة انجليزية ماء مملاح مغلي سوف نقوم بتطريقة جزر 10 دقيق و نطفي على النار سوف نصفي كل خضرة من الماء المغلي سوف نضعها في ماء بارد سوف نقوم بتطريقة الخضرة و تبقى واقفة سوف نقوم بتطريقة ماء هذا الخضر كما ترى سوف نضعه في مقلات قليل معدنوس و نضعه في زيتون مفروم ملح و نضع كل الخضرة على واحدة سوف نضعها في اللوبيا الخضراء سوف نضعها في البطاطس سوف نضيف قليلا من السودانية سوف نضيف قليلا من السودانية سوف نضيف حمورية اضيف حمولين نضيف الفرشات ثم نضيف قليلا من السودان وضع البدنجان في الفرن قليلا قبل التقديم وضع التعمار القوق نضيف حامض حامض مباشرة نضيف حامض طريق وضيف حامض الطولة نضيف حامض الملح والإبزار نضيف حامض الملح والإبزار نضيف حامض الملح والإبزار نضيف حامض الزيتون نضيف حامض القوق مستخدمة الطماطم الصغيرة قبل وضعها الدجاج الان نخرج الدجاج من الفرن يكون سخون نخرج الخضر المرافقة اولا نخرجها من الفرن يجب أن نضعه دجاج نضع الخضر نضع الجزر نضع كمية متساوية نضع الفروماج أحمر وطماطنة صغيرة نضع الخضراء والبطاطس نضع الزيتون نضع كامل نضع الصغيرة نضع صلصة المايونيز نضع صلصة المايونيز ستجدها في الرابط أسفل كما ترى صلصة المايونيز ان شاء الله تقديمي يعجبكم وتنال فقرة شكرا و اللقاء